أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية صد نهضة قد يكون عقدة لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي لأن المشكلة تتطور في باريس منع ماكرون ثمانية عشر إليكوبتر أو مروحية من صناعة آيرباس في اتجاه أثيوبيا وقلل من حجم مساعدة ألستوم في التوربينات الموجهة إلى أثيوبيا تأجيل التوربينات الموجهة الثالث والرابع والسادس وما قبل الأخير الآن غير مؤجل إلى وقت آخر في واشنطن هناك ضغوط كبيرة على أثيوبيا لقبول اتفاق واشنطن حول التوزيع أو حول ملء حقينة سد النهضة في 29 فبراير اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مجلسه العسكري للرد لأن المشكلة اليوم ليست في الجانب الديبلوماسي بقدر ما هو محاولة الوصول إلى ضغط عسكري أيضا في المنطقة من المهم جدا أن نعرف أن الصفقة التي أنجزتها مصر مع فرنسا بخصوص الرافال هي التي أبعدت جزئيا قبول الطلب الأثيوبي بـ 12 طائرة رفال أيضا مقاتلة وهي معروفة هناك هناك طلب طلب آخر يعني أن عندما نجرد أو نعمل جرد لما تطلبه أثيوبيا من من فرنسا سنكتشف أي استراتيجية عسكرية ستكون لأديس أبيبة أولا اثنى عشرة طائرة من رفال القتالية الهجومية والقتالية أو متعددة متعددة الاختصاصات هناك أيضا طائرات مروحية 18 طائرة مروحية هذه الطائرات منها ستل التجسس وهناك وهذا هو الذي فاجأ الجميع هناك طلبات أخرى تساير تكنولوجيا عالية تريدها أثيوبيا لتحديد الرد المناسب على أي هجوم يصيب سد النهضة من المهم جدا أن نعرف على أن هذه استراتيجية التي تمارسها أديس أبيبة اليوم وراءها شعب بكامله هذا الشعب الذي أعطى بشكل سخي أجل الوصول إلى تعبئة عامة حيث الموظفون دفعوا من أجورهم من أجل تمويل هذا السد إنه نوع من النهضة التي يطلق عليها بالأمهرية حديشي وهي نفير عام للشعب الأثيوبي من أجل إنجاح قراره الموجه بالأساس إلى بناء هذا السد كرمز للسيادة الأثيوبية المهم على أن كل الشعب الأثيوبي أخذ سد النهضة على أساس أنه شعار كامل لإمبراطورية إمبراطورية الحبشة التي ورثتها أثيوبيا المسألة الثانية نعرف جيدا على أن هذه التركيبة الحكومية في داخل أثيوبيا هي تركيبة موجهة أساسا للحرب أولا من الرئيس ميلاتو تيشومي ميلاتو تيشومي هو من أكبر الداعمين والحلفاء بالنسبة للصين والصين هو البلد الوحيد الذي قدم مليار وتسعمائة مليون دولار كاستثمارات في السد بعد حجب جزئي لهذه الاستثمارات خصوصا في 2018 بالنسبة للبنك الدولي البنك الدولي لم يرغب في هذا التمويل بقرار فرنسي أمريكي لكن الحقيقة هي أن شركة إيطالية سليني وهناك شركة ألستم الفرنسية هي التي تعطي الزخم الحقيقي لهذا السد ولهذا هناك تقريبا قد نقول عنه عدم دفع الأمور العسكرية نحو التطور وفي نفس أو نحو المأزق أو نحو تطور شديد الحساسية وفي نفس الوقت هناك عمل شركات غربية باتجاه تمويل هذا السد إذن ألستم شركة إيطالية هي الأساس الآن بالنسبة لبناء هذا السد ليست هناك ضغوط إلى الآن إلا في مرحلة أخرى من ما يسمى بتأجيل تأجيل الأعمال والورش الناجس اليوم لأن في 2022 سيكتملوا السد بل إن 70% وإثنان من التربضات قد عمل ويمكن أن يخلق هذا مشكلاً لأن بالنسبة للسياسة الأثيوبية هي تذهب باتجاه خطوة خطوة إيجابية نحو مصالحة أو فرض الأمر الواقع مصالحة مع الأمر الواقع أو فرض الأمر الواقع أين يكن؟ فإن الاستعدادات العسكرية قد اتخذت من كل الأطراف من جهة فالجانب المصري لم يعد له أي هامش للمناورة لأن بعد 29 فبراير وتوقيع كل من مصر والسودان للاتفاق الذي أنجزه ترامب فإن رفض أثيوبيا الرفض الثاني بعد 2018 مع البنك الدولي والرفض الأول الذي كان مع البنك الدولي والرفض الثاني ضد الإدارة الأمريكية هذا يكشف بشكل لا يقبل التأويل أن أثيوبيا تسير بخطواتها نحو هذا الأفق بدعم صيني بالأساس لأن الصين فقدت حقيقة في القرن الإفريقي أي موطئ قدم وبالنسبة لمصر فإن المرحلة الجديدة أو مرحلة السيسي لم تعطي الشيء الكثير بالنسبة للصين القرن الإفريقي إذن وموقع أو تموقع الصين في أثيوبيا خلق إشكالا بالنسبة للتمويل فلم يستطع المصريون حجب التمويل الصيني عن سد النهضة لذلك فالأمور تتطور بشكل سريع جدا نحو فرض الأمر الواقع والوصول إلى بحيرة إلى بحيرة للسد قد يكون ضمنها دفاعات وهذا ما توجس منه الفرنسيون بشكل كبير جريدة لوبوان في 18 نوفمبر من السنة الماضية كشفت نوعية السلاح المطلوب بالنسبة لأثيوبيا إثنى عشر طائرة رفال وهناك ثمانية عشر ثمانية عشر طائرة مروحية من نوع تيجر ست مروحيات من هاد تيجر هاد وهناك ستة من H225M أي أننا أمام H ستة أخرى من H145M وهناك طائرة ميراج 2000D وهناك ميراج 2000N التي خرجت من الخدمة في السلاح الفرنسي عام 2018 من المهم جدا أن يعرف الفرنسيون ما هي هذه الاستراتيجية المعروضة خصوصا بعد طلب مفاجئ لـ M51 التي لدى أي صواريخ التي لدى الغواصات النووية هذا التطور الخطير يعني أننا أمام دعوة إلى بطارية صواريخ استراتيجية من داخل المياه لدي الرد على أطي أي هجوم خارجي من مصر إذن نحن أمام طلب لصواريخ أصلا موجهة للغواصات النووية وتعمل تحت المياه موجهة مباشرة إلى الجو وإلى بحيرة أي أننا أن استراتيجية أثيوبيا هي استخدام بطاريات كأنها غواصات من داخل من داخل بحيرة بحيرة السد وحقينته لمواجهة أي أي ضربة جوية هذا التفسير الخطير الذي أعطاه الفرنسيون يكشف إلى أي مدى يفكل الأثيوبيون اليوم في هذه الاستراتيجية الجديدة والغير المتوقعة قد نقول بأننا أمام حوالي ضعف 1600 حوالي بالنسبة لتانا أبوحيرة تانا الآن أمام ضعفيها أي 100% إضافة لمئة في المئة يعني أمام أكبر محيرة إصطناعية في أفريقيا هذه البحيرة قد تشمل حقيقة على هذه البطاريات التي ستكون في تموقع جيد في داخل السد وفي مياهه لمواجهة أي ضربة طيران قبل الوصول إليها إذن استراتيجية أثيوبيا في الرد في الرد العسكري على أي ضربة جوية مصرية ستكون بصواريخ موجهة للغواصات النووية من قلب حقينة من قلب حقينة بحيرة السد أو بحيرة السد المهضة إذن هذا هذا هو السيناريو الأساسي الذي يمكن فعلا أن نعرفه من خلال هذا التوازي لأننا عندما نذهب إلى أبي أحمد في خلفيته السياسية نجد عنده كتاب إي دي أمو فشل الثعبان فشل الثعبان هذا الكتاب يعني أن أن الثعبان أو أثيوبيا هي ثعبان وأصبح الرد أمو أو الثعبان هو الذي يعني يمكن أن يلتهم هذا هو القود أو الشفرة للرد على أي ضربة جوية مصرية هو بنظرية الثعبان هي تتمثل في ثلاث أمور الأمر الأول هو استخدام صاروخي إسرائيلي بالأساس وهو موجود لدى الأثيوبيين سباير لكن هذه التقنية يعرفها جيدا المصريون والطلب من دايفيد من الإسرائيليين فاجأ أيضا نيتنياهو وتأجل الإجابة عنه بطلب من ترامب أما بالنسبة لقبة بارزيل أو ما يسمى بالقبة الحديدية إنشاء قبة حديدية على سد النهضة فهو الاستراتيجية الثانية إذن نحن أمام رد صاروخي عادي حوالي السد وهناك القبة الحديدية وهناك الام 51 من داخل الحقيمة يعني على أن الأثيوبيين لا يفكرون في أي شيء إلا في طلب نحو إسرائيل وطلب نحو فرنسا من أجل تأمين ثلاث سيناريوهات لحماية سد النهضة يعني أن الوصول إليه يجب أن يكون صعب المآل بالنسبة لبلد لا ميزانيته ليست إلا 330 مليون دولار فيما نحن أمام مصر التي ميزانيتها تصل إلى 5 ملايير و 5 ملايير 850 مليون دولار أي أننا أمام 2000 في المائة من هذه الميزانية إذن الجيش المصري الذي لديه كل عناصر القوة في الطيران بالرفال بالF-16 الأمريكية وهناك أيضا بالطائرات الروسية يعني أنه الكل يجمع على أن السلاح الطيران المصري هو سلاح في مستوى الرد على كل هجوم بل ولديه كل التقنية الروسية والأمريكية فيها أن يختار الضربة المناسبة يعني أحسن تقنية أوروبية في الرفال أحسن تقنية أمريكية في الأف وعائلتها وأيضا بالنسبة للميك عموما رغم أننا سنعرف على أن هذه الميك 23 التي صنعت وأصبحت متطورة بالنسبة للسودان هي التي دفعت إلى غضب شديد لواشنطن وأزاحت عمر البشير الكل يقول على أنها أزمة ولكن الخطوة الاستراتيجية التي عملها عمر البشير والتي أقلقت والأزعجت إدارة ترامب هي الوصول إلى تركيب كامل للميك 23 وال25 فوق الأراضي السودانية أثيوبيا لا تطلب من أمريكا سوى الوصول إلى نفس المستوى القوات الجوية السودانية لكن سنعرف جيدا على أن بالنسبة للسودان هناك حوامات ميل مي 24 أو 36 منها وهناك التقنية الصينية عبر نانشانك كيو فايف وهناك أيضا شينكدو جيري سيفان وهناك أيضا هذا التصنيع الذي قلنا عن الميك 21 23 ثم الميك عموما عائلة الميك إذن في السودان كانت تخوف كبيرا جدا بالنسبة له لأن السيناريو الأول الذي كان في حكم المدروس والموجود قبل هذه الانتفاضة الأخيرة هي تسخير عملية مشتركة سودانية مصرية بإشراف خليجي لتدمير سد النهضة كخطوة الكي أو الخطوة الأخيرة في حال فشل المفاوضات لكن اليوم السودان عزل نفسه بشكل كامل وأصبح مع الإسرائيلي في تحديد مفهوم المصالح القومية السودانية مما جعل السودان معزولا عن أي ضربة موجهة نحو أثيوبيا الأثيوبيون في البداية لم يكونوا يريدون إلا نوع من التوازن بين السلاحهم الجوي والسلاح السوداني لأن خوفهم كان هو من ضربة المشتركة ويكون الرد في السودان دون مصر وآن ذاك تنجز مفاوضات أخرى أو جولة من المفاوضات من أجل تسهيل أو تيسير الوصول إلى حل لكن هذا السيناريو انتهى بل أخطر من ذلك بل إن المخابرات العسكرية السودانية حاولت طمس معمل خاص بتركيب الميج 21 لأن هذا كان طلبا أمريكيا من أجل ما قد يسمى بمحاصرة التأثير الروسي بعد ليبيا في السودان لذلك فإن الضربة المصرية السودانية باتجاه الأثيوب ينتهى فأصبح المحتمل هي ضربة جوية مصرية بالكامل بعد إنهاء المفاوضات وبعد استقالتي بين قوسين إدارة ترامب من هذا المسلسل المشكلة بالنسبة للجو فنحن أمام توسيع عمل القوات الفرنسية من جيبوتي إلى قاعدة دي بريزيت في الأثيوبيا ويريد منه الفرنسيون محاولة محاولة وضع مكابح جزئية للمطامح الأثيوبية من أجل عدم تجاوز السقف الذي يمس مصر لكن هذه الخطوة فشلت وفشل إلغاء ثمانية عشر أليكوبتر من شركة آيرباس وفشل الضغط التأجيل التوربينات من أرستوم كل هذه الخطوات الفرنسية لم تؤتي في مارها مع الأثيوبيين لأن إدارة ترامب تحاول أن تضغط عبر الإدارة عبر ماكرون عبر ماكرون من أجل وضع مكابح أمام أديس أبيبا لكن رغم ذلك لا زال أبي أحمد أبي أحمد هذا الاسم المسلم الذي الآن يرأس الحكومة الأثيوبية من المهم أن نذكر جيدا على أننا أمام شخص تعرفون جيدا مفهوم الأب في القرن الإفريقي في جميع في الصومال في اللغة الصومالية وفي غيرها حتى أديس أبيبا رغم أننا نخطئ جدا فهي أدي أبابا يعني أن تكون بابا أن تكون أبابا ما معنى أن تكون أبابا فالسين إضافة أنجلوفونية وفرنكفونية للاستلاح الحقيقي الناتج عن لغة المحلية يعني أن تكون بابا تصور أن أبي أحمد الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعطي نوعا من الكاريزمة الخاصة بالنسبة لشعب أثيوبيا الذي حول صد النهضة كما قلنا إلى شعار مركزي بالنسبة لأثيوبيا الجديدة من المهمة أن نعرف على أن الطائرات اليوم بالنسبة لأثيوبيا يستحيل الوصول إلى أي هدف بما فيه إفشال ما قد يسمى بضرب سد مقابل السد العالي يعني ضرب سد النهضة مقابل السيناريو ضرب السد العالي هذه الإمكانية غير محتملة اليوم إلا في حال تزويد فرنسا لأبي أحمد بالرفال لكن بالنسبة للسلاح الجوي الحالي يعني نحن أمام 15 فقط من أصل 88 يعني 15 طائرة فقط في الخدمة من أصل 88 ميج 21 أي لأن طرز MF و R خرجوا من الخدمة في أثيوبيا هناك فقط 8 طائرات من أصل 32 ميج 23 BN وهناك 18 طائرة ميج 23 ML لا تزالوا في الخدمة 2 من ميج 23 U M وهي الأصل منها كانت هي من في الخدمة اليوم 2 لكن في الأساس كانت هناك أربع هناك اثنان تحت الصيانة 14 من 18 سخو 27 وهناك PANSTS أي أننا أمام 3 من سخو 27 10 من سخو 27 SK و 5 من سخو 27 BK هذه الترسانة غير قادرة كلها بهذا الجرد أن تصل إلى أي ضربة للسد العالي لكن أي تسليم للرافال لأثيوبيا سيعني توازن الرعب أمام تدمير السد النهضة مقابل تدمير السد العالي بكل كوارفهما البيئية التي هي إلى اليوم كبيرة وغير منطقية لأننا أمام كارثة بيئية في حال بناء هذا السد أي سد النهضة من المهم جدا أن نعرف على أن أننا أمام قوة قوة في المقابل قوة مصرية هناك 24 رفال 16 رفال د وثمانية أم هناك 54 ميراج خمسة ست منها للتجسس 18 ميراج 2000 أم 15 وبيئم ثلاثة منها 15 لأم وثلاثة بأم هناك أيضا شينجدو هنا أو الاف سبعة ثلاثون منها هناك الاف 16 26 من فئة الف 6 من فئة باء 139 من فئة سي 38 من فئة دي 29 فانطم اثنان 46 ميك 29 اربع 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 للتجسس من بيتش 1909 اذا نحن امام اربع طائرات للتجسس من بيتش وهناك طائرات اخرى WS 61 سي كينج وهي ايضا مروحيات للتجسس من بريطانيا وهناك 24 طائرة للكوموندو واربع للكوموندو MK2E ECM وهناك طائرات من دون طيار في مصر منذ عام 1988 اي اننا امام اول نسخة تريدين ريان 324 سكراب كانت من 1988 قبل حرب الخليج ضد صدام حسين تسلمها حسني مبارك قبل ايام من هذه الحرب ثم نسفت الى 1988 وهي في الاصل في عام 1990 وهناك ايضا البي اي سيستنس كاي اي البريطانية التي يمكن ان تصوى السد بدقة عالية ويمكن ان تكون الضربة جد ناجعة اذا نحن امام ميزان للقوى لا يمكن على الاطلاق الوصول الى توازن اثيوبي مصري اطلاقا اطلاقا لذلك فان اي ضربة قد تكون موجهة الى السد النهضة لن يكون لها رد فعل الا ان الا في حالة واحدة ان استسلح الاثيوبيون بما طلبوه من فرنسا خصوصا الرافال اما اما بالنسبة الامريكيين فرفضوا بشكل كامل ال وصول الاثيوبيين الى الاف 16 بشكل غير قابل للمفاوضة اذا امامنا مصر والجزائر ثم جنوب افريقيا نيجيريا انجولا المغرب واثيوبيا هذا بالنسبة للترتيب الافريقي بالنسبة للترتيب الدولي فنحن امام الجيش التاسع عالميا وامام الجيش الستين عالميا يعني ان الفجوة العسكرية بين اثيوبيا وبين مصر كبيرة وغير قابلة ان تكون للمقارنة من الاصل لذلك نحن نعتقد جيدا على ان ما قاله فيتسوما اريقا سفير اثيوبيا في الولايات المتحدة هو محاولة جعل المنطقة تدخل في مفاوضات اساسية حول الخلاف المركزي اين الخلاف اذا هو محاولة تعطيل مصر لمل حقينة السبت في حدود 15 سنة بالنسبة للاثيوبيين هي في حدود 4 سنوات الى 7 سنوات كاقصى حد بالنسبة للمصر ينزل الى 10 سنوات ولكنه لا يطيق ابدا الا بحوالي 41 مليار متر مقعد يعني ان هناك ضمانات بالنسبة للسيولة المائية في النيل هذه القضية المثيرة للجدل بحيث على ان المشكلة حول ضمانات السيولة المائية باتجاه مصر هو الذي يتخوف منه الاثيوبي لان اثيوبي في اخر المطاف ان كلما زاد بين قوسين نقص لمياه النيل سيكون مضطرا الى فتح سده وتطعيم مياه النيل الموجهة الى مصر اذا هو لا يريد ضمانات هو يناقش قضية التمديد او ما يسمى بمدة المل في مقابل ان مصر لا تطلب ضمانات بالنسبة لما يسمى بالاحتياط اليومي للصبيب في مخر النيل اذا المشكل كبير وغير محتمل وتقني جدا لذلك فان نقل المشكل من مشكل سياسي الى مشكل تقني اصبح كارثة بالنسبة للمفاوض السياسي المفاوض السياسي اليوم اصبح عمام عائق خطير جدا الطاقم التقني لديه وجهة نظر لا يستطيع السياسي الوصول بها الى ما يسمى بالتوافق ثم ان العسكري هو المرتقب ان فشلت المفاوضات اذا الامريكي هو المحرج اليوم لان الرفض رفض لاتفاق لا يريد الامريكي المزيد من الضغط لان الامريكي لا يريد الضغط على اثيوبيا الاثيوبيون يعرفون جيدا كيف يطرقون تل الاغاب تل الاغاب تعرف جيدا على اننا امام خطوة لما قد يسمى بالحقوق المائية لدولة المصب وللمنابع وكل هذه المعادلة حول الامن المائي تفكر فيها وقد حسمتها في اساسا في صفقة القرن مع نهر الاردن ومع غور نهر الاردن وكل التفاصيل جاءت حول ما قد يسمى بالمناطق الحية المناطق المائية في الضفة الغربية فالضفة الغربية اخذ منها كل ما هو نافع ما هو لديه احتياط مائي وترك الغير اذا او السحراء وسلمة السحراء النقب الى الدولة الفلسطينية المرتقبة في صفقة القرن حسب الخطاط التي قدمها ترامب لا يهم في هذا الامر الا التفكير في اديس ابيبا وكيف تطرق تيل ابيب الاخطر منه ان العمليات السرية الممكنة لتأجيل او تجميد سد النهضة انتهت الى لا شيء قتل مدير السد المشرف على اعمال السد قتل في سيارته في 2018 ورئيس الاركان قتل ايضا ورغم ذلك رئيس الاركان القوات الاثيوبية قتل وقتل رغم انه مسيحي وعوض بمسلم ليتأكد جيدا على ان رئيس الحكومة ورئيس الاركان اليوم هم مسلمون في مواجهة في مواجهة ما يسمى بالمد الإسلامي في المنطقة اذا معركة شديدة ضد الارهاب بين قوسين هناك جائزة نوبل بالنسبة لابي احمد هذه الجائزة من اهم من اهم ما يجب قراءته هو محاولة لجم رئيس الحكومة الاثيوبي كي لا ينزلق الى حرب مع مصر من اهم ليس المهم هو ما وصل اليه مع اريتيريا لان السلام مع اريتيريا من عام 1991 والنظام الفيدرالي لتسع مناطق بدأ في 1991 وانتهى المشكلة اصلا بين قوسين في 1991 مع اريتيريا فكيف يؤجل هذا التكريم الى 2019 يعني فالمسألة فيها نظر هذه الاولى الثانية هي قراءة الغرب لطموحات ابي احمد ابي احمد لا يستكين الا بالوصول بسد النهضة الى نهايته يعتبرها حياة او موت اليوم قائد الاركان دفع ثمنه مدير السد دفع ثمنه كلهم في حياتهم وهو ينتظر ذلك من المهم ان المخابرات الاثيوبية لم تتهم المصريين اطلاقا او اي طرف لا سوداني ولا مصري ولا طرف خارجي في هذا الذي يجري اليوم في اثيوبيا بل ان قوميته اصلا هي اليوم تتحرك وهناك في الجنوب قومية اخرى تدعو الى حكم ذاتي بين قوسين او على الاقل حكم فدرالي يمكن اذا اثيوبيا تشتعل ورغم ذلك فهي موحدة كلما اشتعلت اثيوبيا وزاد اشتعالها والاجيجها الاجتماعي كلما حاولت التوحد في صد النهضة لاعطاء نوع من الشعار باتجاه الوحدة الوطنية الاثيوبية وتمكين الشعب الاثيوبي من صناعة معركة هذه المعركة التي لا يمكن اطلاقا للاثيوبي ان ينتصر فيها لكنه يحاول اذا في من الصادم ان نعرف على ان اطلاق اطلاق النسر على العملية المصرية الخاصة الجوية ضد السد النهضة من طرف المخابرات الاثيوبية في 2 مارس الجاري 2020 يكشف من جهة على ان عملية النسر يقابلها ما يسمى بعملية الثعبان اي امتصاص امتصاص الضربة الجوية والرد عليها بما يناسب هذه القضية يعني محاولة عدم عودة اي طيران بعيدا عن يمكن قصف يمكن قصف المصريين يمكن ان يقصفوا الان من اراضي سودانية ويمكن ان يقصفوا من البحر ولكن هذه هي التي اعطت او ارحك للاثيوبيين ببحرية فتصوروا ان اللقاء مع ماكرون وفي مفاجأة اي في الدقيقة 18 كما في المحضر يكشف على اعادة البحرية الاثيوبية رغم انها انتهت في 1996 واغلغيت فاصبعت هناك بالنسبة هناك قوات برية وهناك قوات جوية الاثيوبية لكن المفاجأ هو دعوة اثيوبيا الى محاولة بناء قوة بحرية باشراف اسرائيلي فرنسي من اجل منع اي ضربة محتملة خارج خارج ومصرية بالاساس خارج الاراضي الاثيوبية اذا الاثيوبيون يستعدون بنظرية الثعبان وببطارية صواريخ من غواصة نووية في الحقينة وبقبة حديدية وبمنظومتين دفاعيتين مضادتين للطائرات لكن الاضافة الاساسية بنسبة لهم هي بناء بحرية تؤمن ايضا عدم وصول الطائرات في اي في لحظة الدخول او الخروج او المناورة فوق الاراضي الاثيوبية ليس لدى اثيوبيا من عام 1991 اي منفذ اطلاقا الى البحر من 1950 كان لدي هذا المنفذ هذا شيء معلوم من 1950 واسست بحريتها لكن بعدها انتهى هذا الموضوع ولكن اعادته عبر ابي احمد هو لمنع اجهاض اي عمليات مما يعني انه يريد في حلمه شبح حامل الطائرات يمكن الوصول بها في المياه الدولية الى قصف اراضي مصرية للرد او الوصول الى السد العالي عبر هذه المياه لان هناك عدم امكانية لوصول طائرات الى الى قصف السد العالي الا في حالة واحدة هي المساعدة الاسرائيلية وهنا الخطورة جدا اللافت هو الاتفاق الذي كان بين الاسرائيلي والاثيوبي الاسرائيلي كان يضمن للاثيوبي الوصول الى رد عسكري على سد العالي الصدمة الكبيرة لا يمكن للاثيوبي الوصول الى السد العالي الا بمساعدة لوجستيكية كاملة عبر الاسرائيل هناك سبع خطط اسرائيلية لنسف السد العالي في اي حرب تصل الى ما يسمى بالمرحلة النهائية التي يكون فيها السلاح النووي وتدمير السد العالي في كفة واحدة اي ان يكون الحال فان هناك ست سيناريوهات اخرى لتدمير السد العالي في مقابل سد النهضة هو الذي يشرف عليه الاسرائيلي وهذا الذي تكشفه كثير من المصادر وبدقة عالية وبتقنية عبرية لان فروند او ما يسمى بجبهة داود هذا الصاروخ الذي هو استخدم اصلا وتمكن اثيوبيا منه سيكون بمثابة انتحار للطيران المصري اذا التفكير هو الى اي حد الضغط الفرنسي في عدم تبكين اثيوبيا من الرافال والامريكي في عدم تسليم الاثيوبي اي سلاح دون النجوء الى طائرات قتالية من الصين يعني منع وعرقلت وصول طائرات قتالية صينية الى اثيوبيا ثم ثالثا واساسا هو عدم تقديم المساعدة اللوجيستيكية لتنفيذ خطط ما قد يسمى بدايفيد وان تو ثري فور فاع سيكس يعني اننا امام امام ست سيناريوهات بالنسبة لتدمير السد العالي هذا هو الذي يمكن ان يفاجئ المصريين الذين لديهم كل القدرة في الوصول الى هذا الاجهاد اجهاد كامل نحن امام ما قد يسمى عند الاثيوبين بالماريشال يونس حميد او سيناريو يا حق الماريشال يونس حميد صاحب المبادرة المركزية في عهد مرسي في توجيه الطيران الى قصف سد النهضة او عملية سرية عسكرية تسحب المعدات والطوربنات بالاساس وتحاول تدميرها دون اي ضحايا بشرية هذا ما يسمى بشبح هذا الماريشال عند الاثيوبي هو الذي يكرس عندهم هذا المفهوم بان النظام الرئيس السيسي الذي يفاوض لكنه يفاوض من اجل ايضا مصالح بلاده ولا بد من تنازلات كانت قد قدمتها الادارة الاثيوبية الى المصريين عبر الامريكيين واليوم يتراجع الاثيوبيون تحت دعوة على ان مصر اليوم في حالة انكماش استراتيجي وهي موجهة لشرق ليبيا اكثر مما هي موجهة للجنوب نحن امام السيناريو لكن الضربة ما قد يسمى بالنصر او ما يسمى عبر المخابرات الاثيوبية بعملية النصر المصرية الجوية ضد صد النهضة هذه العملية رغم مواكبتها بعملية مضادة اسمها الثعبان فاننا او امه فاننا امام فتح طريق نحو المواجهة هذه المواجهة ستكون خطيرة للغاية لان الاجهة السرية انتهت والتقنيون انتهوا الى اوراق لم يريدها الطرف الاثيوبي فلم يبقى الا العسكريون العسكريون لا بد ان يتدخلوا في الموضوع والبعد العسكري في الازمة تسد النهضة هو المعول عليه رغم ما يسعى طرمب الى تأجيله الى حد كبير من المهم عدم وصول باقي الترب التوربينات الباقية الى المتبقي منها الى اثيوبيا لكن الاهم هو التفكير جديا في ايقاف السد عند حدود السبعين في المائة الان قد وصل السد الى 68.9% من الاشغال حقيقة على الارض رغم ان هذا الرقم قد صرح به في 2017 لكن المصادر الامريكية الدقيقة الاكثر هي التي تعطي هذه النسبة بقي اليوم امامنا 2020 2021 في نهاية 2022 ستكون الامور قد استوت والسد قد انتهى وبداية المل قد يكون هذا هو التأجيل النهائي لكن من المهم ان كانت ضربة عسكرية فيجب ان تكون الان وان لا لن تكون ابدا هذا ما يعتقده الامريكي ولهذا فهو يؤجد من اجل ربح الزمن اكثر لفرض امر واقع على المصريين فهل يقبلوه هذا ما ننتظره في حلقات قادمة مع الشكر الجزيل اشتركوا في القناة